ما عليش هناك يلا هو امي صحي يلا هو امي صحي يلا هو كيبداك ايه كيبداك ايه صدقنا يا سعدت الباشا انا مليش دعوة بحرق محل الست جمالات وحلقوا ليه عدم المؤخذة هو انا اغاوي عزية الناس حاتل العالي وقفة برا يا سعدت الباشا يا سعدت الباشا انا اعاوف انك قارش ملحيتي عشان كنت عاوز اتجاوز الست جمالات لكن خلاص صرفت نظر خلاص بان عفوز سماح يا حكومة انت لو فتحت بققى بتاني من غير ما اقولك انا حقطع لك لسانك مين ادفع لكو يا ابن انت وهو؟ المعلن مسلومة باشا قلنا نفهم الخليج ودفع لكل واحد من الجنيه وقال لنا عايزكم في اصلاحها وخدنا بعد نص الليل وردنا للمحل مقفول وقال لنا يولع الصوت انتو تعرفوا سلومة قبل كده؟ ايوة احنا شغالين شغالين في المبح وبنحمله اللحمة اللي بياخدها وقال لنا ان هو عايز يتجاوز الست اللي في المحل دي ومحدش يقزيها اوة بس عايز يعرفها ويفاهمها انها لازمة يبقى معها رابطة خد العيال دول برا يا باشا انا معربش العيال الصيعة دولة يا ساعة الباشا اه دي دي القضية متلافقاني انا مش هتكلم ان قدام المحام بتاعي وانت عندك محامة بقى ان شاء الله لا بس مش هتكلم ان قدام المحام بتاعي حقل اهم دي بنت ست انتصار لسه رجع من برا مصر هو ده بقى ابراهيم مساء الخير انا مش عارفة اشكر حديدك ازاي يا ساز ابراهيم مرسيه بجد تشكرين علي ده يعني ست انتصار بيغالية علينا بعدين بقى بعدين الكلام ده يلا يا ناجوين يلا تفضل يلا يا سوك يلا يا ابراهيم يلا يا فاطم يلا يا فاطم يلا يا فاطم الف سلامة عالست الوالدة الله يسلمك ناجوان مش كده ايو يلا يا فاطم بالراحة يا فاطم بالراحة منورة ناجوان منورة ناجوان مساء الخير مساء النور يا علاء حضرتك عندك استدعى للحضور في اسم شرطة مصر القديمة حالا استدعى ايه؟ في ايه يا علاء انا عملت ايه؟ الله الله ايه مالك مالك خفتك ده ليه؟ والاسم بيخوف قوي كده؟ وبعدين يعني ده انت هتتجوز زابط في ايه يا علاء ما تفهمني؟ احنا عبضنا على الحوان الاسم مسلومة ده والعائل اللي حرقوا المحل اعترفوا عليه عايزك تجيط عد علاء في الاسم عشان نورهولكم مرمي زي الكلب في الحجز بعدين نقفل المحضروا تحولوا عنيان؟ طيب طيب مش مش مهم خلاص مش مهم وايه ده اللي مش مهم؟ مش مهم انا مش عايز اعمل محضر ولا حاجة خلاص انا متنازلة عن حقك يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه تنتنازلة عن حقك بعد ما جبته لك؟ وفي ايه؟ انت تصرفاتك غريبة ليه؟ علاء انا ضيفة هنا عند كوريا قربتي يعني وما بقليش كتير فانا مش عايز اعمل مشاكل مع احد ولا عايز اعمل مشاكل لحد خلاص انت ماشي سلوكة ده وانا خلاص منسامح يا سيدي اعملي مشاكل براحتك واخدي حقك وانا موجود عشان احميك ما لقى لازمتي ايه؟ بقولك مش عايزة يعني مش عايزة يا علاء في اهوة بالعافية؟ خلاص ماشي الراجل ده من عندك وخيه نخلص ملحي وردة؟ طيب خلاص خلاص طيب اهدي اهدي خلاص انا اسمي يا علاء معلش بس انا حدد بمشاكل كتير قوي في حياتي وكنت متخيلا لحياة هنا يعني هتبقى اسهل بس مطلعتش كده ما تزعلش مني معلش حقك علي خلاص يا سيدي انا مش زعلان وحعملك اللي انت عايزة بس بشرط بشرط ايه؟ اشوفك النهاردة بعد ما اخلص شغل نروح مشوار سوا مشوار فين يعني؟ عاملك مفاجأة دق مفاجأة ايه؟ ما تخلصني يا علاء؟ خلاص انا حكلمك قبل ما عاد عليكي بنص ساعة عشان تلحق تلبسي وبعدين حاجة اختك طيب يلا ماشي انا مش عارفة اشكرك ازاي والله يا اسواذ ابراهيم اصلي تعبناك معنا بس انت شايف فصيل الدم من ماما نادرة جدا ومش لقين حد يتبرع عليها خالص لا ما تقوليش كده ابدا ربنا يقوم هالك بالسلام الله يخليك بس انت اسمك حالو على فكرة نجوان مرسي يا هو ده اسمك الحقيقي ولا الدلع اصل الاسم ده بش بيتكرر كتير لا يا سيدي ده الاسم الحقيقي بس انت شكلك كده ما بقلكيش كتير برا مص شكلك كده ازاي يعني انا مش فهم لا انا قصدي يعني بتتكلمي عربي كويس اه ايوة اصلا انا ما اعدتش برا مصر كتير بتتعرفي واحد اسمها هايدة ابو طالب واحد اسمه مروان ابو عرب ايه؟ هايدة ابو طالب ومروان ابو عرب انت هتعرفهم منين اصلا؟ اعرفهم منين ارق سود اعرفهم منين ده الحبايبي حبايبك؟ او ربنا حبايبي من او ورا مصر يا نجوان هو احنا رايحين على الفين؟ اعمل ليك مفاجئة اعمدا خلاص احنا عربنا نوصل مالك سكتة ليه؟ لا مفيش مفيش خالص طب ما بتتكلمش ليه يعني؟ هتكلم اقول ايه؟ ما هي حاجة؟ انا متساعد ما خرجنا وانتي سكتة؟ بعدين كل ما اكلمك ترد على قد الكلام؟ اه ما انا بتكلم اهو؟ انت بداية من حاجة؟ لا لا خالص خالص مفيش فعالي على بيت فضل احنا فين؟ مفاجئة اللي واترك عليه تعالي بس تعالي يلا يلا تجع مسالي تعالي تعالي ما تخافيش؟ لا يا علاء انا مش هتخل قبل ما تفهمني احنا فين؟ حاضر يا سيد هقولك انا ساكن في العمارة دي انا والدتي الدور الثالث الشقة اللي قدام القصة تصير وهي عزماكي على عشا وعايزة تتعرف عليك عشا ايه بس؟ عشا ايه بس؟ هي بصراحة عارتلي غدا بس انا قلتلها ان انا هتاخر في الشغل فاتفقنا ان اتعشا وحب انزل اوصل انا مش هعرف مش هعرف يا علاء معلش انا لازم اروح تعالي روحني البيت وفي ايه؟ قولك ماما عزمانة على العشا وبعدين دي عادة بتعمل في الاكل من الصبح وانا اكيدي يعني مش باتحك عليك وبعدين ممكن اخلاها تنزل تستقبلك بنفسها لا تنزل ايه؟ انا عايزة اروح بقولك ايه؟ انا كده مقعدتش فاهم حاجة وانا كل ما اقولك على حاجة تقوليلي لا اقولك تعالي الاسم يشوف المسجلين تقوليه لا تعالي عشان نقفل المحضر تقوليلي لا اعرضت عليك الجواز وعملت توهي في الموضوع وسألتك مرة واثنين وثلاثة في الاخ اللي بتقوليه لسه مفكرتش طبقتي بقولك هنزل والدتي تستقبلك بنفسها برضو لا وفي ايه؟ انا مش ما نقول من هنا غلا ما افهم في ايه؟ مش هينفع يا علاء والله ما ينفع عشان خطري والله العظيم مش هينفع طب ممكن لو سمحت البطالة يا طوي تفاهميني في ايه؟ وانا بقولك انا عدوك انا بقولك انا بحبك وكل عايزة افهمه مالك فيك ايه؟ انا احكي لك على كل حاجة ينفع بس ان نمشي من هنا دلوقتي لنقعد في ايه حتة حاطف اتفضل انا احكي لك على كل حاجة بس في حاجة مهمة لازم تعرفها الاول انا بحبك يا علاء انا هجوبك على كل الاسئلة اللي في دماغك او اللي ممكن تيجي في دماغك انا ما اسميش جملاته وما بقاش قريبة كوريا وكل المعلومات اللي تعرفها عني غلط وان انت مين؟ انا هايدي